كجود هلو الله ياكوز في دراما جديدة دراما لسه فرش دراما هاي هيك بتبقبك في عمي مش عارف وين ابدا ببرهوم وين ابدا في أنس شايب وين ابدا في أخوي عمر خلين نبدأ في أنس شايب فمقابلته مع نور مار نور مار عمل برامج اسمه في الخلط في رمضان طب هو المشهور الوحيد في رمضان اللي قرر يعمل برنامج رمضاني يب طب هاي المقابلة يا جماعة عظيمة طول حياتي نفسي أشوف مقابلة مع أنس الشايب اللي هو قدوتي في الحياة بدي أعرف كيف إنسان بهالعظمة بفكر بيعرف شو في جوا داخل هذا ال... ال... إشي آآ أنس بعيدا عن بيسان شو مواصفات فتاة أحلامك قبل ما تشوف بيسان مواصفات فتاة أحلامه هذا الزلمة عظيم وعميق تقيت هيحكي شخصية تكون مناسبة لشخصيتي ذكاء البلد فهمين ام رب ربيح مش عارف من شو أخاف من الجواب ولا من سرعة الجواب ام رب ربيح شو مواصفات فتاة أحلامك ام rab rab أخوي هدي ايتش إيش المنطق ام رب رب اهكي ايه ايه يا جماعة كل الناس اللابسين نظرات عاد بكل متنمر مرة ثانية طبه آخر واحدة آخر واحده كل الناس اللابسين نظرات ضلوا بعملوا هيك تمام هيك صح بنتفش الله النظارة normal بالعكس نوما بتكون نظار هيك بعملها هيك أكثر طلع طلع مره بره مره بره طلع تحس كأنه النظار ده تطلع فوق وهو بسحولها خير ركز خير ركز على العظيم الشخصية العظيمة بس فقط حيونها ملون عشان بحب كل إشي عم بحكي مواصفات شكلية يا رب يحكي على الأقل إشي واحد يكون متعلك بالشخصية شعرها يكون ناعم لاني مش نقصني صلونات وبركينات وقصصها تكون طولها مربرب تكون أيوة 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 ايش تكون فتاة أحلامي مربربة 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 بحب المربرب كل ما أركز على المقابل بحس أنه في عنده ميول معين والله حبابي يجد لكل واحد عنده أحلام بحق جوجو أحلامكم انتوا قدها بس حتجيك صعوبات وتخطوها وبس واستمروا يا جماعة كمية التشجيع أعطاني كثير تشجيع مش قادر نفسي أروح أشتغل شكرا أنس شايف عشاني قدوتي عشان تشجيعني فجأة فجأني أعطاني كل هالتشجيع أقسم بلال عظيم الأجاب على كل الأسلام بصراحة وأرض أني ما رح أجدب بأي سؤال أقسم بلال رح أجواب على كل الأسلام كل الأسلام مين بتحس من اليوتيوبر بيقدر يكسر راسك بالملاكبة من دوني طبعا؟ صراحة ما في أي حدا بيقدر يكسر أقسم بلاله مين انت؟ أنا أنس الشايب مو شوفت حال ولا إشي لأني أنا بني آدم قلبي مية وارش قلناك قوي برو وأنا بنافس أي حدا بده يتلاكي من أي أنا جاهز لا سب فاح النوستي أنت فاجأتني تخيل كلها ثقة طالما من واحد بلعب مبارتين بحياته والتنتين فاز فيهم أنا صنع ثقة اختراع ثقة وجابها لحاله بش أي سبب للثقة هاي هو ما عنده أي تاريخ ناري من الفوز بتحكي هذا الشخص اللي عمره ما خسر مباراة لا هو نسبة خسارته مية بالمية حاليا أوكي أعطيني مين شو أيدي السؤال؟ واحد بكسر راسك بدعس خبيب 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 مرة واحدة خبيب خبيب يا جماعة بطل العالم في اليو افسي اسمع سميلي ثلاث يوتيوبرز أردنيين عندهم أسوأ محتوى بالترتيب أيوا عمر أبو الرب بكره المحتوى تبا هو بعرفه وصاحبي ويك بس ما أي ليش تكره أخوي؟ أنس؟ عندك كمان محمد نبيل داخل جديد بالانتقاد بس ما بنصحك أعمل إشي شخص العلك أقول لك أعمل أعمل لا لا أعمل شخلات بيض عادي زي مقالب تعف والله أنس كفوة أوكي بصراحة توقعت أشوف إشي عنيف أكتب كلامه عادي يعني مو ها الكلام الجارح القاتل يوتيوبر قابلته وبس تلطقتو خالص أكثر واحد ما أظن أنني بعرفهم برهم معرافات مقابلة تبعت أنس عملت كثير توابع والوضوع كثير يضحك ما علمتها يعني بقرب مقدما فكيل أنس النوستي حبوبتي بكتكوتي متحدي برهوم على فايت فبرهوم برد عليك الآتي مستحيل فوت معك فايت ملاكة من الكثير اسباب انو انا بني قدم عمري ما تدربت ولا لعبت برهومي ليش انت مستغرب يعني أنس مين حيتحدى غير واحد مش متدرب هو جرى بيلعب مرتين مع ناس متدربين وما زبطت الامور فأسل استراتيجيته قال لك اوكي خليشوف مين انحف واحد موجود بس برضه يا برهومتي لا تكون جباني يعني ترا والله برهوم اتوقع لو يتدرب لأربع شهور ممكن يلعب ضد أناس عادي لو تجي مني انو انا متدرب مثل تدريبك على اللعب وعالملاكمة اقسم بالله لأفرشك اقسم ما عندي ك لو اني انا لو اني متدرب والله لأفرشك والله لأعمل فيك بس انا مش متدرب فما حادر أفرشك حاليا شو ام اللي ضاب الهد المتخلم فانتهى الموضوع انو انا وهذا البني ادم تصالحنا وكل شي رواه وانتهى كمان انو جبرني انو اتصور معه بحكي برهومي انو انا جبرت اتصور معه ستوري وصدقوني انا ما كان اللينية انو ااخد ستوري مع احد شوف نقول الحق لو تركز على الستوري تركز على رهوم تحسهم متجبورة كثير انبين عليه كثير متذايقه هو قاعد يضحك طلعوا الزلمة قداش مخصوب يتصور كيف تجرى انس يجبرك زي هيك طلع 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 انظر الى نفسك يا رجال انتك مشبور ممكن احرجك ممكن احرجك الزلمة احرجك بس ما عجبرك يا اخي ليش انا هيكحب نصيف فيني انو انا بس الشايب رد على برهوم عملت حالك شريف وانت وسيخ اوش طلعوا علي اديش امعصب او لابس بلوزة عليها ببقرة فالزلمة هاد مش ناوي على خير والكل يخذه ايضا بترجع بتذكر اسمي باي مكان بمسكك بشوفك رح افتحك نصي ما في حدا يوقفه على لايف يا اخونا فيش حدا بيحبك هيك وقف حكي هيك تهدر بعدها ترجع لو قاعد بتجيب ام العيد يا حبيب كدكوت كنت شنطا قتلة شوف اذا انت زلمة بديت تعمل بوكسن هاد اشي حلو اشي هاي رياضة كده بس انا بالنسبة لي الزلمة اللي بقعد يفكر بس بالايد لما يصير في المشاكل بصير فكر بس اوه 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 كثير اشي بداي وترجع حالك 200 الف سنة لورا احنا بشر عنا مخ حاولوا حلو مشاكلكم بمخكم لا انا بضربك بابللو اوه ليش 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 ترجع لهالاسلوب اللي هو صراحة ما باعتبر هالاسلوب الاذكي اوه بضربك انا كتير قوي شو يعني شو هاد شو كيني في الشارع يا زلم احنا الحقيقة مش انه تطلع على ابو الرب بتصور فيديو مع اوكي ابو الرب اخوي وحبيب قلبي واخوي الكبير ابو الرب وباحترمه هاي هاي بس عدين ولك انت قدبتي هاي بوس بتوصل عندك فلوس جبهتك البوساني منيحنا لحد الان ما ثبيت انا منستغرب مصدوم من حالي كل هادو ما ثبيت اوكي ما انت يا كلب اوه منيحناك ما ثبيت وانت وسخ لا لا بس منيحناك ما ثبيت اهم شي كلك شفت واحد مصخرة وحياة امت انك ما تسب سب العالم بطلت لتحمل زناختك زيادة عن اللزوم اوكي في كل مزحة عناس حبيبنا تمام اخوي انت هاد اللايف غبي لانو انت عملت وتوم عصب فانا دائما ضد الواحد يا مشاهدتهم عصب وبرضو انا من الناس اللي بعمل هايك شغلات انا لما عصب فجأة بنجن وبنزل ثوريات لاني برح بلغيها وصارت كثير لكن انا يعني بقولك باب النجر مخلوع شو؟ اه انا زلمة بقولك انه غلط بس بعمل هايش هاد فا يعني انت حر هادي احكي شغلات اول شي اناس حكي انه بكرها برهوم اوكي هي مو حلوة اني طلع حكيها بمقابلة زي هيك بس مفروض رد برهوم على الموضوع المحبة من الله يا كبير برهوم مش لازم كل حدا يحبك عادي ممكن انا زلمة بيحبك ليش تهجم عليه هاي ليش ما بتحبني ها؟ ليش ما بتحبني لازم تحبني بعرفش هذا الكلام برهوم اصلا في الفيديو تبعك كله صحيح فيه شغلات مش منطقية وانو انه انس يطلع يهجم على برهوم بطريقة هاي كلهم مسبات وكذا هاي اشي كثير متخلف بصراحة بقولك وياها خصوصا انس الزلمة اللي كان يحكي بالقضايا والله رفعلي قضية بعدين في لايف واحد ارتكم بجزء خمس جرائم قانونية ممكن جدبر هوم يستغلها لصالحه حرفية بقولكوا الكلام مع صريح العبارة روح اسأل قصة عمر اخوي زي بتعرفوا انس مايوثر قاعد بدور دواره عخناه بدو حدي يدخانه مع بوكسنج فايت فعمر فاجأني بصراحة لانو انس حكي عنه في المقابلة فراح عمر تحديه لفايت عشان كنت تكره محتوى كتير قرار تغير محتوى خلاص انس بكره محتوى عمر بكره محتوى مش معناته اشي العاطل العادي بس عمر زلمة ذكي حاب يستغل القصة يعمل اشي فن فراح عمر تحدى انس لفايت بوكسنج بتحداك ننزل فايت وين ما بدك وقت ما بدك اول مرة احس عمر اخوي زلمة كير حلو انه تحدى انس الفايت بعرف عمر ما عنده خبرة ملاكمة رأيي في النهاية انس طليع هجم على الناس فجأة على المقابلة انا ضد هالحركة ما عندي بعملها فانا متناقض اثنين رد برهوم غبي وبرهوم باصلا انسان يعرفش يرد اصلا من الاساس على ايش بالحياة والله اعطيكم الصافر ان انا اخش معه هي انزلها يا حبيبي عسل برهوم تعرفش ترد والله ما بعرف رد انس رده اخبام الرد برهوم يعني اصار يسيب ويحكي ويضرب والله اضربك اه فالشخص اللي بيسيب دائما موقف الضعيف واللي عصبي موقف الضعيف بس انه مزح وبرأيي ممكن انس فوز الا اذا عمر تدرب ممكن ان عمر يفوز الساعة او صحيح انا اكيد حاقوا طالف عمر اخوي مش طالف اناس لان عمر اخوي وحشجعه عمر انت اخي اذهب ما هو معك الجميع وبس هذا كان الفيديو تلك كل ميدي اعجبكم اشتركوا في القناة